نحن في الأردن لم تكن لدينا خلافات مع أحد وسنستمر في علاقتنا بمحيطنا العربي لبنان قدم الكثير لمحيطه العربي ونحن مدينون له بالوقوف إلى جانبه في هذه الأيام العصبة الملك عبدالله الثاني يجري اتصالات دولية لإيجاد حلول ولمساعدة الشعب اللبناني هي خلاصة مواقف رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة في ختام زيارته لبيروت التي أجرى خلالها محادثات مع رؤساء الجمهورية والبرلمان والحكومة زيارة هي الأولى لمسؤول عربي منذ سنوات وتتزامن مع تأليف الحكومة الجديدة واستعداد لبنان لبدء التفاوض مع صندوق النقد الدولي في محاولة منه للتخفيف من الأزمة الخانقة في البلاد سوريا كانت حاضرة في لقاءات المسؤول الأردني في بيروت وهو حرص على تأكيد الانفتاح على دمشق مشيرا إلى أن لا خلافات معها في المملكة الأردنية الهاشمية لم تكن لدينا خلافات مع أحد نحن في المملكة الأردنية الهاشمية دائما كنا ولازلنا وسنستمر محكومون بديدا أن علاقاتنا بالمحيط العربي وبإشقائنا العربي هي علاقات دائما استراتيجية وإلاقات ودية يحكمها على الدوام مبادئ حسن الجوار وعدم التدخل في شؤون الداخلية للغير رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي تحدث عن أهمية التعاون العربي المشترك في هذه المرحلة والدور الأردني في مساعدة لبنان ونحن شفنا خلال الاجتماعات اللي حصلت اليوم عن مدى حرسكم على تأمين الأمور الأساسية خلال الاجتماعات تطرقنا إلى العلاقات الثنائية وخاصة بما يتعلق بموضوع الطاقة عمان التي أعادت فتح حدودها مع سوريا وستزود لبنان بالكهرباء عبرها يبدو أنها فتحت صفحة جديدة مع جارتها المحاصرة بالعقوبة وقانون قيصر أما لبنان فيأمل أن يساهم الاتفاق مع سوريا ومصر والأردن في التخفيف من أزمته الأردن هي الدولة الثانية بعد سوريا التي تقدس تعدادها لمساعدة لبنان في مجال الطاقة وبيروت تأمل أن يخفف الاتفاق مع مصر وسوريا والأردن لاستجرار الغاز من أزمة الكهرباء وإعادة وسط منقطع مع المحيط العربي عبدالصباق بيروت الميادين